بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نتكلم عن اصغر واجمل تيرة هو التيرة اسكرة اجمل تيرة لانه جاي الفوق ومقابل كل شيء واصغر تيرة لانها السكن اللي فيه وقد قادت عشرهم على طفص بحر كانوا عنده زوج دخلات دخلة تدخلها على رصاص ودخلها على الدرج انت على الوقت قبل ما ندخلوا للتيرة اسكرة نتكلموا على السكنة هذي اللي جاي عند الدرج قد جاي طالع على يدك اليمنا اللي كان يسكن فيها هاد السكنة اه قبل اه تمانية وخمسين سبعة وخمسين كانت عمسي رافاس هو اسبانيولي من بعد اه موضة رافاس يجاوا فيها مغاربة السكنوا فيها اللي هو واحد يسمه اسم محمد من بعد اه سم محمد وجا فيها اه بيبوك هو اللي كان سكنها ومثل ما لاك تدخل اه للتيرة اسكرة التيرة اسكرة كانوا تدخلوا اه اه على اليمنا وهي كانت هي اللي كانت تداية اه الجهة الكبيرة قدام هي اه عويشة اه عويشة كانت سكنة الملكة قديمة الملكة اه من بعد اه كراحت اجينا في بلاستان عبدالله مارب صدي عبدالله كان يخدم الرخام وحداه كان ينسي واحد اخر يسموه اه جاليحة هدو هم اللي كانوا يسكنوا اه هنا في الدخلة اه على اليمنا نزيد شوية اه تاليقى اه دالداني كان حسنتي اه والبحري ما ننسوهش كذلك اه بوادي بوادي الجلالي اه وكين كذلك اه والكلثوم الله يرحمه هدو هم اللي كانوا هيا في الدخلة ما ننسوش اه اه حوش اه ولاد خليل كانوا كان حوش فيني كذلك اكبير اه ما ننسوش بوادي ولكن بوادي عبدالقادر ولد لكحل نزيد شوية كان قدور اه ولد الصافية ما ننسوش كذلك عائلة اه زاوش اللي كانت كانت الملك هدو اه الدخلة نزيد شوية قدام كان الحوش العربي اه بنباتو اه من بعد الدخلة الفوق انت تيستو نزيد شوية الفوق كان تيستو تيستو هو عائلة اه رحيم واه اه لننفمية عمسة رحيم من بعد انزيد شوية نلقوا اولاد اه عامل اه او من رقاء كان بنحو اه من نسوش ان ذلك اخريبوا اه بصيفا اه هم هدو هم السكان اللي كانوا اهنا اه في اه تيران اسكوتو الى اه يعني ناسي واحد او اثنين اه تنجموا وتفكروني او من بعد انزيدوه ان شاء الله في التيران اسكوتو هنايا نقولوا اللي هم حيين الله يجاع ربي يطول في عمارهم الوليدات الله ينجحهم اه واللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله يا رب العالم اه بغي نزيد اه نخلي اه حمامي احمد الله يطول في عمار يجيدي اعكد لكم الاسموات اللي كنت انية انقول فيهم انت 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 حيث انت كان هناك عبدالله كان يعمل من المارت وهنا سكن معه جالي اهياء وهنا هنا حداه كان سكن حسنتي ثاني قديم ومورة هنا كان البحري وبوادي جلالي وعاولة كلتوم فهمي بوادي من نجو هنا هنا كان حوش بتاع يطلع حوش ولد خليل يسكن فيه بوادي وعبدالقاء ود الكحل وقدور ود الصافية في هذا الحوش هنا يقع هذا كان يطلع حوش على العرب من ماكو هنا وصلنا هنا 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 كان يسكن تيستو لطفاميرعحم ومن جمهودين في التهويتة كان يسكن اولاد عامر ولد عامر وبنحوة هؤلاء ثلاثاتي الذين يسكنوا هنا في رسمان ومنها كانت قاعدة أصلاس كانت قاعدة أصلاس وهذه منها وهنا الحيطة المقابرة مهددونها هذا الحيطة المقابرة مهددونها هذا هو حوش العربي من باكو هذا هو الحوش العربي من باكو كان قدور ولد الصافية كان عبد قاود لكحل وكان زاوش بارك الله هذا مننا كان وخمس حوش اقبال عمي المصمودي الله يحمه ووص عليه انسيت باش نقول لكم اسم الحقيقي عمي المصمودي وهو محمد بنوة هذا هو اسمه الحقيقي بنوة محمد اذهب هنا اقبال عمي المصمودي الله يحمه ووص عليه عند البطن كانت كائنا بكري بارك هذه البركة هي عمي مسعود الله يرحمه ووص عليه كان يديرنا فيها معقودة معقودة شابة يأكل من كل ناحية يأكلوا عندها المعقودة يأكل من كل شجير من الكاريان من كل شجير يأكلوا من كل شجير حتى من البلانتير يأكلوا معقودة عمي مسعود واحدة كانت كائنا السبالة السبالة تشرب لا ترواش ما شاء الله خفيفة المتاع خفيفة نجيكم لنا معقودة عمي مسعود كان واحد متأكد سيدك يحكي لي ليس كان في حوش الحاجة او حوشة اسقامية هذا بغي حوز المرانتاه هلجال المعقودة عمي مسعود قالها لا ما ديذيش المعقودة كمتاع عمي مسعود الله يلحمه يوسع عليه قالها عمي مسعود يطيب بالزيت السبريير بالباطغ المليحة ويطيب كذلك بالبيض المليح ويجب القصبر الجديد كل شيء يطيبها بالسبريير قالها مكاش مشكلة قالها ان شاء الله نجيك انت تشرب يديك الصالح السبريير وديرنا المعقودة كما تعمي مسعود قالها نجيك خامة عمي مسعود قالها ان شاء الله بكر بيها قدها المدينة اه دخلت الحوانيتة اللي بيعوا السبريير الغالية شات لها الزيت ابل مياه شوام الغالي البيض بداها المدينة حباتها على البيض خلص الباطل المخيرة قعد بقات دقيق قلت لها لا ما عليش دقيق لها لا دقيق عنده الفرينة من المليحة ادي لها الفرينة يباش ترمضها بك زيت بقاء في الحشيش قلت لها رحو نشو الحشيش وقصبه على هذا قال لها لا نجيك اديها عند واحد صاحبه مجهة الحاسي عنده بحيرة صغيرة قال اعطيني قبضة اه قصبر وحشيش ومعاد نوس عطالها قبضة جابها وقال لها اليوم لازم ادي لي المعقودة كما تعميم سعود قالت لها ندي لي خامة تعميم سعود المهم ان قصر الحديد العشية كي جاي للدار باش يكل المعقودة حاطط لها زلافة حاطط لها ماشاء الله الطابلة مزوخة كل شي كي جاي يدوقها قال اياودي هذه معقودة والشكشوكة قال اقول تكدي لي معقودة كما تعميم سعود يضرب 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 بمزية جوارين دخلوا سلكوا سلكوا بناتهم هذا اللي يسموه بغا يحاوز مرطة اعلان معقودة عميم سعود الى راحي الله يطول في عمره ولا مات الله يرحمه ووسع عليه